السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد راح اجاوبي على بعض التعليقات اللي اجتني بالفيديوهات السابقة ورح نكتشف سواء بعض خصايا ومميزات الكاميرا اول شغلة اللي هو اكثر تعليقات جاتني عن تغيير اللغة نجي على المنيو على الخيار اللي نعتبره الثالث او الرابع نجي هنا على هذا الخيار خيار اللغة وتقدر تخلي مثلا باللغة الثانية مثلا راح اخلي بالنيدرلاندس بس اتحول الى اللغة الهولندية بس جدا سهل ماشي طيب هاي اول شغلة قضية اللغة خلصنا منها بس راح نرجع سواء الى الشاشة الرئيسية او قبل ما نرجع سواء للشاشة الرئيسية راح نجي على بعض الامور اللي ممكن حشيناها سابقا وهي جدا ضرورية مثلا جودة الصورة ادري تتقط صور وتلعب عليها على برنامج الفوتوشوب حاول تأخذها بسيغة الرئيسية راح تكون دقة اعلى من السيغة الجيبك وضع القياس حاول دائما على انه ياخذ لك المحيط كامل بس حسب يعني هم حسب تصويق لك اكيد راح تختلف هذه الخيارات عندك الايزو هذا خيار جدا جميل يقلك كحد اقصى الايزو تقدر تخليه مثلا 800 تقدر 400 تقدر 1600 ليش حتى لا يسع عندك تشوه بالصورة لان انتو مثل ما تعرفون كل ما ازيد عندنا نسبة الايزو بالصورة كل ما يزيد عندنا نمش داخل الصورة وتقل جودة الصورة طيب انا نخليه على 800 طريقة التركيز اه هاي تقدرون تختاروه حسب اذا في حال عصور فيديو تقدر تسوي التتبعي انه يتبع الشخص واذا في حال عصور صور عادية تقدر تخلي انه يسوي فوكس على كل المنظر اللي يطلع داخل العدسة ماشي حاليا راح نرجع على هذا مثل ما شوفون هاي الخطوط استنتيكم مثلا مثلا اريد التقط صورة اي هنا هذولا سوف اختط صورة هذولا احاول اخليهم بهاي الزاوية ما اخلي ايش بالنص لا يا اما اخلي بهاي الزاوية يا اما اخلي بهاي الزاوية حتى يتكون عندي الصورة ماشي طيب استعدنا عندنا ايه هنا عندنا هذه نقدر نتحكم ونغير بيها شوفوا اول شيء راح نجي على هذا هذا اللي هو فتحة العدسة نضغط على الاي في ومن ايه هذا من هاي نحركها راح يتغير عدنا قيمته طيب ادوس هذي راح تشوفون ينتقل من ادوس هذي شوفوا الآية ثانية اللي سهميا ادوسها انتقل لهذه المرحلة طيب مرح ادوسها راح تشاهدونه يا ايه استطعت حاليا العدسة 4.0 فتحة العدسة نسبة عكسية تشوفوا هاي 4.0 22 بمعنى كل ما يعلن رقم كل ما العدسة او فتحة العدسة تنغلق وكل ما يصغر رقم كل ما فتحة العدسة يكبر هي عملية عكسية طيب انا حاليا نقدر نقول عندي فترة غروب واريد التقط صورة نوعا ما احتراف فيش راح اسوي راح احاول انه اغلق العدسة او اغلق فتحة العدسة ماشي الايزو اخلي 100 واذا عنده 50 بعد اضبط ماشي واجي على سرعة الشتر احاول اخلي اذا امكن يعني عدنا اكيد يعني اخلي خمسة او اخلي اربعة بس حاليا بما انه بعد عدنا شمس بعد يعني ما صار وقت غروف وما راح نقدر استخدم هاته الشي بايش راح نقدر نستخدمه راح نقدر نستخدمه في حال اذا راد نصور التطويق الحركي يعني مثلا بهاي مثلا راح اطيك المثال شفتم حركة حركة السيارة نفس هاي الصورة نقدر انه نحرك ايدنا مع السيارة بهاي الحالة راح يصير عندنا راح يصير عندنا السيارة ثابتة والحواليها راح تكون متحركة حقيقة هاي الصعب اصورة حاليا يعني حاليا داخل الشقة فلازم اطلع بالخارج والتقطكم هاي الصورة لان هاي الصورة تحتاج لها مساحة واسعة وعدنا هنا باوروبا يعني انه نلتقط صورة للسيارات هذا امر مخالف القانون فلذلك انه ما سهل لازم القي لي شخص مثلا صديق شخص عرفه يلا اقدر التقط له الصورة لان في حال اذا هو كان شخص غريب وشاف فيديو مالتي ممكن يفعله قضية يعني بكل سهولة نيتي على الخيار الثاني الخيار للاشخاص اللي عندهم اكثر من بطارية يجي هنا يقلك معلومات البطارية انا حاليا عندي بطاريتين فينطيني الحد الاقصى للبطاريتين يجمعهم وينطي هذه نتيجة نهائية بطارية رقم واحد رقم اثنين نتيجة نهائية حتى ينطيك من هذا الاتجاه ينطيك سواء كانت على اليسار او على اليمين ماشي تعرفون تحكم باللمس اللي هو تقدر تتحكم بالشاشة طيب شكرا شكرا نرجع عشي نجي هنا هاي فتحة العدسة شتر سبيد ايزو اكون ايهانا خيار كثير يفيدنا تصوير المستمر ماشي اخلي ايهانا وارجع اجي ايهانا اسوي ثلاثة طيب راح ادوس هذه اجي على ايهانا بصير مستمر هذا بيش راح يفيدنا راح اشوفكم حاليا بيش راح يفيدنا مثلا عدنا منظر امامنا مثلا ما هشوفو راح ناخذ ثلاث صور ثلاث صور راح شوفكم ثلاث صور هذي شو راح تطلع عدنا مثلا ما تشاهدون بهذه الصور عدنا اضاءة عالية اضاءة واطية اضاءة طبيعية شو راح نستفاد من هاي الثلاث اضاءات اضاءة طبيعية لتطلع لنا كل التفاصيل المنذر الاضاءة القليلة راح تطلع لنا التفاصيل شوفونا بيش ف todدي gather التفاصيل الحصور. و الاضاءة العالية راح تعطينا ايضا التفاصيل اللي هي صعب نشوفها بها الصورة بها الصورة نقدر نشوفها طيب راح يتقوليش راح نستفاد من ها الصور ما عني ممكن بس ها الصورو حيدة به prime والصورتين الباقيات إلى سلة المهملات أقلك لا الصورتين الباقيات تقدر تدمجهم عن طريق برنامج Lightroom سوى الدرس على هذا البرنامج تقدر تشوفوا بنهاية الفيديو موجود بالقناتي الشيون تدمج ثلاث صور عن طريق برنامج Lightroom تطلع لك صورة احترافية بدون ما تلعب عليها على برنامج الفوتوشوب ماش حبابي مثل ما شوفون هذا كان نهاية الفيديو أتمنى أنوا استفدتوا أشوفكم إن شاء الله فيديوهات قادمة لا تنسوا لايك واشتراك وتركوا لي تعليقاتكم أحبكم في أمان الله اشتركوا في القناة